شيء آخر المسيح هو ينبوع بل مصدر القداسة والطهارة فالمسيح لم يتنجس بلمسة الأبرس بل طهر الأبرس بلمسة يسوع هذا هو يسوع المسيح يسوع المسيح ما بتنجسش لا بمية ولا بنزيف دم ولا بأي شيء المسيح في قرية نئين لمس النعش يعني المية فقام الميت لمسته نازفة الدم فجف ينبوع دمها لقد لمسه هذا الأبرس فطهره فطهر لأن المسيح حنان مكتوب أيضا وجميع الذين لمسوه يبتكلم عن كل أنواع المرضى والمرضى اللي منهم كتير نجسين في حالة نجاسي اللي لازم يقوموا في الشرائع والطقوس ولكن لمسوا وجميع الذين لمسوه أي لمسوا يسوع المسيح شفيوا الرب شفاهم أيضا ونالوا الشفاء إنها اللمسة المقدسة والمقدسة إنها اللمسة الطاهرة والمطهرة أحبائي إنها لمسة يسوع المسيح الشافية المسيح كان ممكن ينطق كلمة ما هو فيه معجزة تانية عشر برس فعل مع العشر برس اللي وقفوا من بعيد وصرخوا قالوا ليسوع ارحمنا قال يسوع من مسافي اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة وفيما هم منطلقون وإن راحين يعني لأورشليم طاهروا في لوقا إصحاح السبعة عشر فإذا أحبائي لم تتم المعجزات لمجرد استعراض قوة لهوته فقط لكن إعلان محبته محبة الله أحبائي معجزات المسيح بدون أدنى شك ما تركش الشخص حتى يتردد صنع ولا ما صنعش كانت أعلانية أمام الجمعة كانت مرئية الناس عم بتشوف في العين المجرد معجزات المسيح كانت للخير كانت للبركة كانت معجزات رحمة محبة رآها الأعداء والأحباء الأعداء حتى تشاوروا كيف يتخلصوا من يسوع لأنه الناس عم تمشي عم بتآمن عم تتبع يسوع المسيح معجزات قوية جدا أمام العيون هو الذي قال أحباء يسوع نفسه لاحظ العم يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وأريد أن أضيف طبعا كتابي مش بضيف على كلمة الله والشياطين يخرجون حتى المسيح أعطى السلطان للتلاميذ في متى عشرة قال اكرزوا طبعا بملكوت الله اقترب اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شياطين فإذن حتى أعطى هذا السلطان للتلاميذ اشتركوا في القناة